في إطار الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة تستانف اليوم المفاوضات بين كافة الأطراف بالقاهرة وأعلن مصدر الرفيع المستوى أن الوفد الأمنية المصرية أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية وأكد المصدر استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة في ظل استضافة القاهرة لاجتماعات بمشاركة الوفود من قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف توصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة وأوضح المصدر أن مصر تواصل جهودها المكثفة مع جميع الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة مشيرا إلى أن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المترد في غزة نتيجة العمليات العسكرية وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة